مرحبا بترو الهيدز ان ديفيز مبارح شفتوا عندي بالستوري كتب بمحل اكزوستات عن بعد الاكزوستات اللي عندي فحبيت عملكوا فيديو بسيط وسريع أشرح فيه الأشياء اللي عملتها خلينا نبلش أوكي بهاي الصورة فيه دياجرام للاكزوستات الأصل اللي كان راكب على سيارتي كالتاليزا ري من فوق طبيعي بعدين واي باي بعدين خط واحد للمفلر أو ريزونايتر بالعادي بيجي ريزونايتر بالنصف بس بالكيس تحت فيه مفلر بعدين كمان باي بعدين تحت ريزونايتر أو مفلر بس بالكيس تحت فيه ريزونايتر هو بالعادي بيجي مفلر أوكي ما تخربطوا المد باي بالعادي بمعظم السيارات اللي شفتهم بيكون ريزونايتر وآخر سيارة بيكون مفلر أو آخر برميل أنيوين هون زي ما تشايفين حركة بواحدة مينة وواحد شمال جبت مفلرين معي حلوين نضافك وتبركيبها على الفينة جي 35 واضطريت كمان عشان المد خطين بطريقة حلوة وكويسة عملنا إكس بايب عن طريق جمع 2 بايبس مع بعض 2 واي بايبس مع بعض زي ما انتو شايفين هون صوت الإكس بايب على الـ V8 كتير خرافي ومش أي تماني سيلندر الـ V بس وبرضو على الـ V6 كمان مش الـ I6 صوته كتير حلو المهم هلأ بالصورة هاي فيها دياجرام للمرحلة النهائية اللي وصلناها بعد التعديلات كل شيء عشمال جديد زي ما حكيت بالأول كان في عندي خط واحد بس اللي على اليمين عملنا مفلر تاني بايب جديد ومد بايب جديد أول هو برميل وسط جديد وكمان إكس بايب عشان يصير تطلع من 2 ل2 مش من 1 ل2 كان في عليها واي وإن شاء الله تكونوا مبسطوا واستفدتوا بهذا الفيديو نراكوا قريبا إن شاء الله